اكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول رئيس المجلس العلال الشباب والرياضة رئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة العليا المنظمة لأسبوع بريف الدولي للقتال والنسخة الرابعة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة أن الإعلام شريك نحو إبرازي وإنجاح هذا الحدث العالمي والذي تحتضنه مملكة البحرين لأول مرة في قارة آسيا وشرق الأوسط جاء ذلك خلال استقبال سموه بمجلسه بقصر الوادي بحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة سعادة السيد علي محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وعدد من المسؤولين بالوزارة ورؤساء تحرير الصحف المحلية والإعلاميين وأكد سموه أن الإعلام سيلعب دورا رئيسيا في هذه البطولة للترويج لأن البحرين قادرة على احتضان مختلف الفعاليات والأنشطة والبرامج الرياضية القارية والدولية مضيفا سموه أن رياضة فنون القتال المختلطة قد ساهمت بشكل كبير في الترويج للبحرين على الخارطة الدولية بعد الإنجازات التي تحققت في فترة قياسية بفضل توجيهات ودعم جلالة عاهل البلاد المفدة بالإضافة إلى رعاية ودعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ما أكسب البحرين ثقة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بإقامة بطولة العالم للهواء للمرة الأولى خارج من مدينة لاس فيغاس الأمريكية وقد استعرض سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مع وزير شؤون الإعلام والحضور برنامج أسبوع القتال من جانبه أكد سعادة السيد علي محمد الرمحي وزير شؤون الإعلام أن مملكة البحرين فخورة باحتضان أسبوع بريف الدولي للقتال وبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء والذي جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة والجهود المتميزة ليسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مضيفا أن البحرين استطاعت أن تكتب نجاحاتها في البطولات المختلفة رغم الوقت القياسي لظهور هذه اللعبة في الوسط الرياضي البحريني مشيرا إلى أن جميع وسائل الإعلام البحرينية ستكون شريكة في إبراز وإنجاح هذا الحدث على أرض المملكة وأن الوزارة ستعمل جاهدة على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك